بعد أدلة واشنطن وباريس وفي انتظار الأمم المتحدة تضيف برلين أدلة جديدة تحمل دمشق مسؤولية الهجوم الكيميوي المخابرات الألمانية كشفت بأن هجوم الغوطة لم يكن لترتفع فيه أعداد القتلى بهذا الكم لو لا خطأ من النظام في الكميات المستخدمة من الغازات في الهجوم المخابرات الألمانية أو البي ان دي أضافت في جلسة سرية نقلتها صحيفة ديرش بيغل بأن النظام استخدم نفس الغازات في هجمات سابقة لكنه لم يستخدم نفس كميات مكونات الغازات في تلك الهجمات مما قلل من أعداد القتلى فيها التقرير الألماني الذي تعتبر فيه المخابرات بأن لا أدلة دامغة ونهائية لغاية الآن على استخدام الدمشق لهذه الغازات في هجوم الغوطة أضاف بأن الهجوم تم بغازات السارين التي لا يمكن أن تصل إلى الجماعات المعارضة المسلحة بسهولة حسب معطياتها بالإضافة إلا أن تحميل هذه الغازات تم في صواريخ صغيرة من نوع 107 مم وهي صواريخ يملك منها النظام السوري أعداد كبيرة وتضيف بأن هذه الصواريخ تطلق عادة من وحدات قتال متنقلة يمتلكها أيضا النظام السوري ألمانيا التي رفضت الدخول في الحلف العسكرية ضد سوريا من دون موافقة الأمم المتحدة تضيف نفس المصادر بأنها لم تتوقف عن التحضير لأي ضربة محتملة حيث تكون قد أرسلت البارجة الألمانية ساشن إلى المتوسط بالإضافة إلى بارجة أخرى مجهزة بأحدث أجهزة الرقابة قد تكون على مشارف شواطئ سوريا